امامه عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين كان حديثنا في موضوع الإمامة في الرسالات الإلهية قلنا قبل دخول في هذا الموضوع يحسن بنا أن نتحدث عن مفهوم الإمامة في الرسالات الإلهية وأبعاد هذا المفهوم حيث يشتبه هذا المفهوم في الدراسات الإسلامية بمفهوم الخلافة والولاية والحكم وعندما ندرس الآيات القرآنية التي تناولت موضوع الإمامة يمكن أن نلاحظ أن مفهوم الإمامة يختلف في أبعاده عن مفهوم الخلافة والحكم والولاية وتحدثنا عن بعض هذه الأبعاد كما استفدناها من الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هذه الآية الكريمة استفدنا منها مفهوم الإمامة بأبعاده المتعددة التي قلنا أن أحد الأبعاد للإمامة هو الجعل والاصطفاء الإلهي للإمام واستشهدنا على ذلك بعض الآيات القرآنية الأخرى والبعد الثاني هو بعد الهداية الذي يدل عليه مفهوم الإمامة لغة وتحدثنا أيضا عن مضمون هذه الهداية كما أيضا البعد الثالث في مفهوم الإمامة هو بعد الاصمة والسلامة والاستقامة في السلوك وفي الفهم للرسالة الإلهية كما يشير إلى ذلك تشير إلى ذلك الآية الكريمة في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين والبعد الرابع الذي استفدناه في من هذه الآية الكريمة للإمامة هو أن الإمامة تمثل امتداد للرسالة الإلهية حيث يكون هذا الامتداد امتدادا في حركة هذه الرسالة وتكاملها من خلال ما يفهم من هذه الآية الكريمة أن جعل الإمامة لإبراهيم عليه السلام كان بعد جعل النبوة له حيث كانت هذه الإمامة في مرحلة متأخرة من حيات إبراهيم عليه السلام كما أنها تمثل الإمامة امتداد للنبوة في عمود الزمان وفي حركة التاريخ بحيث تكون استمرارا لمسؤوليات ومهمات النبوة عندما لا يكون الرسول والنبي حاضرا وموجودا في فترة من الزمان كما يلاحظ ذلك في أوصياء الرسل والأنبياء الذين جاءوا بعدهم وتحملوا هذه المسؤولية أيضا هذا الموضوع ذكرنا بأنه يمكن أن نستفيده من الآية الكريمة وذلك من خلال سؤال إبراهيم عليه السلام لربه عن وضع الإمامة في ذريته الأمر الذي يفهم منه أن إبراهيم عندما تلقى هذا الجعل الإلهي وهو جعله إماما تلقاه وكأنه قضية ذات طبيعة استمرارية وفيها امتداد في عمود الزمان ولذلك كان سؤاله عن هذه الإمامة في ذريته واستمرارها في ذريته أو خروجها عن ذريته فكان جواب الله سبحانه وتعالى كما تشير الآية الكريمة أن ذريته سوف يكون من هؤلاء الأئمة ولكن تكون الإمامة محصورة في خصوص الذرية الذي لا يكون ظالما لنفسه لا ينال عهد الظالمين طبعا هناك آيات أخرى في القرآن الكريم تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام قد طلب من الله سبحانه وتعالى بدعائه أن يكون من ذريته أمة مسلمة وأن يكون في هذه الذرية أيضا ذلك الرسول الذي يتحمل هذه المسؤولية وهي مسؤولية الإمامة ومسؤولية النبوة من أنفسهم ويقوم بتلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة والتسكية كما تشير إلى ذلك آيات سورة البقرة التي تتحدث عن بناء إبراهيم للكعبة وهذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم في سياق هذه الآيات القرآن الكريم يشير إلى دعاء إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هنا هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام يشير إلى ذلك الطلب الذي طلبه إبراهيم في هذه الآية الكريمة خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الآيات التي تتحدث عن بناء الكعبة ودعاء إبراهيم بعد إتمامه لبناء الكعبة أن هذه الآيات جاءت في سياق الآية الكريمة التي تحدث عن إبراهيم وفي نفس الفصل وفي نفس الفقرات يبدأ القرآن الكريم هذه الفقرة من الحديث وهذا المقطع من الحديث بقوله تعالى وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ الْنَّاسِ إِمَامًا بعد ذلك يتحدث القرآن الكريم عن قضية الحج وبناء إبراهيم للكعبة الشريفة من خلال هذه الآيات وسياقاتها يمكن أن نفهم هذا البعد بصورة واضحة في الإمامة وهي أن الإمامة تعبر عن امتداد لحركة النبوة سواء امتدادا في حركتها التكاملية عندما تتكامل حركة النبوة والرسالة أو امتداد في حركتها الزمانية والتاريخية وفي أمود الزمان عندما تتكامل في حركة الأمم التي جاءت بعد إبراهيم هناك بعد آخر أيضا يمكن أن نفهمه من هذه الآية الكريمة له علاقة بموضوع الإمامة ويكمل الصورة في موضوع الإمامة هو أن الإمامة تمثل المثل الأعلى الإنساني الذي يمكن أن يكون قدوة للناس في حركتهم وفي سلوكهم حيث أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده ورحمته بهم اتبع سبحانه وتعالى جميع الوسائل التي يمكن أن يحتدي من خلالها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الكمالات الإنسانية فأودع فيه العقل الذي يعتبر الهادي للإنسان من داخله والذي يمكن من خلاله أن يسيطر على الغرائز وعناصر الهوى الموجودة في داخل الإنسان كما أرسل الله سبحانه وتعالى للإنسان الأنبياء والرسل كهدات يدلونهم الطريق هدات للناس يدلونهم الطريق ويوضحون لهم المسير وأشار القرآن الكريم في أصل خلقة آدم إلى هذا الموضوع أيضا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الآية الكريمة أيضا تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الهداة وهم الأنبياء والرسل مضافا إلى هذين العاملين المهمين في الهداية الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه أيضا جسد لهذا الإنسان خارجا ومن خلال مصاديق وأمثلة يراها الإنسان بعينه ولا يكتفي برؤية المفاهيم من خلال النظرية والطرح التصوري والنظري وإنما تجسد هذه المفاهيم خارجا بأشخاص وأفراد يعيشون كما يعيش الناس يأكلون كما يأكل الناس يشربون كما يشرب الناس يتزاوجون ويتعاشرون في هذا المجتمع ويمشون في الطرقات والأسواق كما يشير القرآن الكريم إلى مثل هذه العناوين كما يصنع بقية الناس ولكن هؤلاء الناس الذين هم كبقية الناس في مثل هذه الخصوصيات يعني من لحم ودم وفيهم ما فيه هؤلاء الناس من غرائز من شهوات من اهتمامات وحاجات للأكل والشرب وغير ذلك لكن مع ذلك هؤلاء الناس هم على درجة عالية من الكمال بحيث يعبرون عن المثال الكامل للإنسان خارجا وبذلك يمكن لهذا الإنسان أن يجد هذه الكمالات الإلهية المطروحة في الرسالات الإلهية على شكل مفاهيم ونظريات وأهداف ومقاصد يمكن أن يراها الإنسان مجسد في الخارج وقابل للتطبيق والإجراء والتنفيذ من خلال هذا التجسيد الخارجي الذي يعبر عنه بالقدوة وبالأسوة التي يتأسى بها هؤلاء ولذلك قرآن الكريم يشير فبهداه مقتده يعني بهداه هؤلاء يمكن أن يقتدي هذا الإنسان ويتأسى هذا الإنسان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هؤلاء طرحوا أيضا كقدوة وأسوة ومفهوم الإمامة في الحقيقة إذا أردنا أن نرجع له من الناحية اللغوية أيضا يعطي هذا المفهوم الإمام هو الذي يتقدم المسيرة خارجيا من أجل أن يقتدي به الآخرون ويأخذوا بمنهجه وسيره وحتى يصلوا إلى أهدافهم إذن فهذا البعد أيضا من الأبعاد المهمة جدا في الإمامة إذن فالإمام لا بد أن يكون الإنسان الذي يجسد الكمالات الإلهية بحيث يكون المثل الأعلى الإنساني في حركة المجتمع الإنساني هذا أيضا بعد آخر في الإمامة ولعل هذا البعد هو الذي يمثل البعد في هدف من وجود الإنسان على الأرض لأن هناك سؤال مطروح ومهم جدا وهو أنه ما هو الهدف وما هي الغاية من وجود هذا الإنسان على الأرض من خلال القرآن الكريم يبدو أن الهدف من وجود هذا الإنسان ومن وجود هذه الكائنات الحية المسؤولة والمكلفة ومنها الجن أيضا على ما يبدو من القرآن الكريم الهدف من وجودها أن يوجد الإنسان العابد وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الإنسان العابد ما هي خصوصياته وما هي مواصفاته الإنسان العابد هو ذلك الإنسان الذي يجسد الكمالات الإلهية في مسيرته فالله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان وسخر له وهذه الأكوان العظيمة في أجرامها وفي أحجامها وفي أبعادها المختلفة سخرها له من أجل أن يوجد ذلك الإنسان والمثال الكامل في سلوكه وفي أخلاقه وهذا المثال الكامل إنما يتحقق من خلال هؤلاء الصالحين نعم من خلال الأنبياء من خلال الرسل من خلال الأئمة من خلال الصالحين من عباد الله الذي يعبر عنه القرآن الكريم أحيانا بالصديقين بالشهداء بالصالحين هذه عنوين تنطبق على مثل هؤلاء الناس لأن هؤلاء هم غاية الغاية والهدف من وجود البشرية ومن وجود الإنسان إذن فالإمام لا بد أن يكون ذلك الإنسان المجسد لمثل هذه الكمالات الإلهية هذه الأبعاد بمفهومها تمثل بعد الإمامة فبعد الإمامة هي عبارة عن ذلك الموقع والكيان الذي يشتمل على هذه الأبعاد بعد الهداية والاستفاء والأصمة وبعد الامتداد للنبوة وبعد المثال الأعلى والكامل لحركة الإنسان في المجتمع الإنساني نكتفي بهذا المقدار من الحديث في حديثنا عن مفهوم الإمامة وننتقل بعد ذلك إلى أصل الموضوع في الحديث الآخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر